إنت كنت معهم خلاص والجمهور موجود og جمهور كمين ده عليك إنت وكنت تتلعب معه okp Dartmouth for a love andTE مع الجمهور وإنت العيب فدلوقتي إنت خلاص قاعد مع الجمهور يعني إنت خلاص إنت واحد منهم أنا تو��터 عملك واحد منهم يعني أنا في الكورة على طول لو أنا عندي سبعة أمهم سنين في الإستاد دي صورة وأنت في المدرجة بالتكيoke في الأهله كان الإحصاء غريب صراحة جدا أيضا مرة إيجان في أول أما دخلت اعدت في المدرجات كان فيه خضة كلا جامدة صراحة بس بعد كده خلاص تعاولت تعاولت وصلتوا للمباراة النهائية في الآخر وخسارة في النهاية أمام الكويت وكانت حتى رد الفعل في زعل وفي حتى غضب من القنارات التحكمية وانت كنت كتبت حتى بوست على الفيسبوك شفت إزاي المباراة وشفت إزاي البطولة ككل بالنسبة للأهل أنا أقول لها أتكلم مش كأهلاوي ولا كابتل نيل أهل الكلام ده خلاص بس إحنا كنا أحسن فريق بلعب بسكت في البطولة دي بشهادة الناس كلها وإحنا كنا مشيين بخطة سابتة للبطولة مطش الفاينال ده أنا أعطوه على فكرة ما بكلمش يعني علق شماعة على حاجة بس إحنا كان المطش بتاعنا أه فيه أما كانت الرطاشة البونت لنا إحنا كان غلط من عندنا بس في نفس الوقت إحنا أخد حقي يعني كرة الأخيرة بتاعت إيهاب إيهابت ضرب تفاقص يقول ضرب ما حسبتوليش فاول راح جاي الحاكم حسب عليه تكنيك الفاول وخرجه خمسة فاول فأنت عملت تلك قرارات ومنهمش أصلا معنا مع كامل احترامي وفي نفس الوقت إحنا طبعا مش بنقول للصفرة دي خلاص هي اللي خلاصت بس الدين حقي حتى لو أنا استهترت أو أنا خرجت عن التركيز فأنا بدأ أشوف أن البطولة دي بصراحة راحت إحنا كنا إحنا أحق فرقة بالبطولة دي بصراحة بس يعني الحمد لله إنها جات في الأول وإن شاء الله دي أنا عوضة في اللي جاي بإذن الله ده بعد خمسية تاريخية في الموسم اللي فات كانت منها البطولة العربية كحامل للقب الأهلي الموسم ده الموسم اللي فات ده تاريخي زي ما بنتكلم وإنك بتاخد كل شيء إيه اللي حصل عشان توصل كأهلي للليفل ده بعد ممكن سنوات كانت فيها تعصرات غير مرضية للجمهور أنا أقولك البداية كانت من حوالي ثلاث سنين ثلاث سنين كان ساعتها كابتن أشرف طفيق جاي مسك الفرقة إحنا كان ساعتها لسه بنبني الفرقة بتعيد بناء الفرقة كان قابل كابتن أشرف كان كابتن طريق خيري بزرط كابتن طريق خيري كسبنا الحمد لله معاه برضو دوري عام وابتن أفريقية وكاسب مصر وثلاثة دوري مرتبط بس انت عارف أي فرقة بعد مرحلة بتبقى عايزة تجديد خاصة تعمل تجديد الفرقة جاي كابتن أشرف في أول سنة دي إحنا عملنا فرقة في الأول كان لسه إيهاب أمين مش موجود ولا أحمد إسماعيل والكلام ده خالص إحنا ساعتها كان كابتن أشرف جاي إيهاب ما كانش في الحزبان خالص كان إيهاب قاعد في أمريكا بقيلع في أمريكا حتى شعرف أنه رجع مصر فعملنا صفقاتنا وعملنا على أساس أن إحنا بنحاول نبني الفرقة أن إحنا ننافس أصلاً السنة اللي بعدها يعني نحاول نخش المنافسة دلوقتي والسنة اللي بعدها خلص نكسر فعملنا الفرقة وساعتها جبنا أيمن شوكة من الجيش وعبد الفضيل وجبنا الزيات من سموحة جبنا أحمد إسماعيل كان هيروح الزمالك إحنا جبناه في الآخر وعكاها ظهر إيهاب أمين طبعاً فرقة كابتن أشرف دخل في الصفقة هو صراحة ليه الفضل الكبير كابتن أشرف وكابتن أحمد الجرحي كان ليك أنت دور في الصفقة دي طبعاً بس هو ما كان أكتر عشان أعدي كل أحد حقه صراحة هو ما كان أكتر في الموضوع ده أنا كابتن الفريق أنا كلمت إيهاب أمين ساعتها قبل ما يمضي وقالت له أنت رقم أربعة أو كان عايزي رقم أربعة قوي أنا قالت له خلاص يستبع لكم مشكلة الحاجات دي بالنسبة لنا ما تفرقش معنا مهم أنت تكسب يعني فاهم أنت الرقم ده بشي فرق معاك كان من الحاجات اللي ممكن تؤثر في قرار إيهاب أمين ساعتها رقم أربعة من الحاجات اللي هو حس أن أمان كده والناس شارية والناس حبان كابتن الفريق يكلموا بيقول له تعالى هتأخذ رقم أربعة فهو الحتة دي أثرت فيه يعني لو خلاص كتنة ساعتها كلمته كان إبراهيم الجمال برضو كلمه فهو حس أن أكبر اتنين في الفرقة والكابتن الفريق هم يكلمون فإحنا ساعتها مع كتنة أشرف ما توفقناش أول سنة بس إحنا عملنا موسم كواس جدا جدا محدش على طول بيبني فرقة وبتكسب تاخد وقت تتكون بالزبط كتا كلمت عاصم مرعي ساعتها أنت وإبراهيم الجمال برضو السنة اللي فاتت كلمنا عاصم دي حقيقة احنا كلمنا عاصم طبعا من العيبة جاء الكبار ونفسي طبعا وأتمنى أن أكون موجود في النادل أهلي دي حاجة طبعية وأنا أقول لك أبنا طوله عمري في موضوع اللعيبة ده بأتكلم العيبة أي العيبة يبقى ممكن يجي الأهلي أنا اللي بأتكلمها بداية الكلام من هم كلهم صحابي وقربين مني